السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز والجزء رقم 10 من الفصل الرابع هنتحدث عن عملية البلندينج وأهميتها لما كنا نتكلم عن المخطط العام لعملية البلندينج قلنا أن هي العملية التالية للحصول على المادة على شكل مسحو عملية الخلط فما هي أهمية عملية الخلط نمرة واحد نحن نخلط المواد مع بعضها البعض من أجل الحصول على تجانس لهذه المادة يجب أن تكون المادة متجانسة من حيث حجم الحبيبات لأن طبعا عملية التحن لن تعطيني حجم واحد لكل الحبيبات لذا واجب عملية التقليب أو عملية التخليط حتى يكون هناك تجانس لهذه المادة الميزة الثانية أو الأهمية الثانية mix to obtain desired physical and mechanical properties أنا في الحقيقة أقوم بعملية الخلط حتى أحصل على الخواص الميكينيكية والفيزيائية واحدة لمثل هذه المادة نمرة الثلاثة mix lubricant to improve flow characteristics في الحقيقة لما كنا نتكلم على الاختبارات التي تجرى على المسحوق قبل عملية التشكيل قلنا أن أول اختبار هو الفلوريت أنه بيقيس مدى سهولة أن البودر يملأ الفراغ داخل القالب بسهولة ويتوزع داخله طيب ماذا لو أن مادة الفلوريت لها قليل أزيد عملية lubricant وهي مياد مزلقة مما يحسم من مثل هذه الخواص الحاجة الأخيرة blending may be in air inert to avoid oxidation or in liquid في الحقيقة إن الناظر لي مميزات طريقة تكنولوجيا المسحي والناظر لي الطرق العديدة للحصول على المادة على شكل مسحوق يرى أن هذه العملية ممتدة وواسعة الانتشار ويمكن استخدامها للعديد من الماتيريال وبالتالي ليست كل أنواع الماتيريال يمكن أن تخلط في الهواء فبعضها قد يخلط في الهواء وبعضها قد يخلط فيه غاز خامل لما؟ لأنه قد تكون هذه المادة عرضة لعملية الأكسيديشن وبالتالي عندما أخلط في غاز خامل فأنا أتفادى عملية الأكسيديشن أو قد تكون عملية الخلط يمكن أن تتم داخل liquid أو سوائل ترجمة نانسي قنقر